صدمة قوية لخصوم المغرب ضمن رئيس الحكومة الإسبانية المؤقتة فيدرو سانشيز الدعم الكافي ليصبح رئيسا للحكومة للولاية التانية والتي ستعقد أطوارها في منتصف الأسبوع الجاري لم تكن هذه عملية سهلة ولكن في النهاية نجح الحزب الشراكي في التوصل إلى اتفاق مع الأحزاب الانفصالية والقومية للبقاء في اللامونكلو وبقليل من المتابعة للخطوات التي اتبعها سانشيز للحصول على ولاياته الثانية نجد أنه ركز على مسألتين الأولى تتلخص في الاستراتيجية التواصلية التي انتهجها بعد خسارته الانتخابات المحلية والإقليمية والثانية في استناده إلى محاولة لم شم الأغلبية عن طريق أحزاب لم يكن إلى الأمس القريب مرغوبا فيها ضمن المشهد السياسي والرأي العام الإسبانيين أدرك شانسيز جيدا أن المناظرات التلفزيونية تؤتل في الجمهور وفي جوهر الفعل السياسي بحذذاته لذلك كانت استراتيجيته التواصلية مبنية على خطاب يبرز عناصر مألوفة لدى الإسبان وفي مناظرته الوحيدة أمام منافسه اليميني نونيز فيخو ركز سانسيز على إبراز ضعف خصمه في التواصل لأنه يدرك أن ضعف التواصل يؤثر سربا على الفعل والفاعل السياسي معا وهو ما نجح فيه الزعيم الاشتراكي بشكل كبير بالإضافة إلى اعتماده بالأساس عناصر خطابية تنبني على سياسة القرب الإسبان يعرفون سانسيز جيدا أكثر من خصمه اليميني وبالعودة إلى الأحزاب الانفصالية التي راهن عليها سانسيز للحصول على أصوات الأغلبية فهي لم تكن بالمهمة السهلة منذ أن منح الملك الإسباني فليب بيسادس الثقة لشانسيز في ثلاثة من أكتوبر الماضي من ثم بدأ سانسيز في تجميع الأجزاء الصعبة للتحالفات البرمانية التي استجعله رئيسا للحكومة المقبلة وكانت جلسات المفاوضات شقة جدا مع حزب غونتس في الأسبوع منصر من المفاوضات والذي أسر على الحصول على العفو للمتهمين في بروسيرس 2017 وهي النقطة الحاسمة في كل المفاوضات